اشتركوا في القناة السلامة اللي مفروض كان يمتل امام القضاء اليوم بجلسة قد تكون يعني كانت الانذار الاخير له والان تجتمع الهيئة الاتهامية لاتخاذ القرار المناسب بحقه وللحديث عن هذا الموضوع وكل الملفات اللبنانية معنا عضو تكتل لبنان الاوي النائب الدكتور سامر التوم اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا دكتور اول شي تعليقك على عدم حضور حتى هلأ امتثال رياض سلامة الى الجلسة التحقيق يعني نحنا اللي بنتمنى انه الاستاذ الرياض سلامة اكيد يمصل قدام القضاء لانه بين مزدوجين هو كنز معلومات عن كل الفترة الممتدة على ثلاث عقود يعني على ثلاثين سنة وبيجعبتو كتير معلومات بتقدر يعني بتقدر تساعد التحقيق وتضوع عكتير ناس كنو معقول يكونوا متورطين بهالملفات الفساد لسوء الحظ انه عندنا القضاء في لبنان ان كان بتفجير المرفأ ولا بيكان قضية مثل قضية الرياض سلامة اللي هي من اكبر جرائق المالية اللي صارت بهذا العصر بعد لهلا القضاء ما قدر بلغوا للاستاذ الرياض سلامة انه لازم يحضر عالتحقيق بقى نحن نتمنى انه يحضر انه يستجوبوا وانه ياخدوا كل المعلومات اللي لحتين يتقدم تحقيق لقدام برأيك دكتور عم يتهادن القضاء او يتهاون القضاء اللبناني حتى اللحظة وبالنسبة لكنز المعلومات هي الفلاش ميموري الشهيرة اللي صارت موجودة بخارج الاراضي اللبنانية يعني الكنز يعني بمحل آمي يعني لأكيد لأكيد انه الاستاذ الرياض سلامة ما بقى فينا نقول انه مشتبه طلع عليه حكم اكتر من دولة عاش قسمه دولة اوروبية وحتى مش من زمان امريكا وبريطانيا وكندا حطوه على الريحة العوبات وبالتالي اكيد الاستاذ الرياض سلامة سازالمي مدين ولازم يمسر قدام التحقيق لسوق الحص انه تحيات لبنان تأخرت بالوقت اللي كان لبنان لانه القصة بتاعني يكون هو اول واحد يستدعي الاستاذ الرياض سلامة يحقق معه يبحث عن اسباب الانهيار اللي نحن وصلنا له بتلاقي انه قضاء اللبناني بعده لليوم برجع بقول انه ما قدر بلغ الاستاذ الرياض سلامة الرياض سلامة المحمل من الاجهزة الامنية الاجهزة الامنية ما هم تقدر تعرف وينه لحتين تبلغه اللي يحضر قدام التحقيق خلينا نطلع على اخر المستجدات بهذا الاطار مع الزميلة سينتيا يميننا من امام قصر العدل سينتيا دعينا باجواء هذه الجلسة اذا حضر الرياض سلامة او لم يحضر حتى اللحظة نعم نورة تحقيق للمشاهدين او تي في ولضيفك العزيز ايضا نورة طبعا لم يحضر الرياض سلامة يعني على عكس ما اشيع باخبار الامس بعض الاخبار تداولت بان رياض سلامة سيحضر جلسة اليوم ولكن الواقع انه هو ما حضر اليوم ولكن حضر وكيله القانونة واتقدم بدعوة مخاصمة بوجه الهيئة الاتهامية وكل الهيئة الاتهامية المتعاقبة على الملف على اعتبار بحسب مقال وكيله القانونة لحاكم مصرف لبنان السابق قرية سلامة بانه قبول الهيئة الاتهامية باستقنافة اللي تقدمت فيها هيئة القضايا هو كان غير قانونة لانه اعتبر انه الاستقناف لقرار الترك هو استقناف لقرار ضمني لأنه حسب ما قال طبعا بذكر الوكيل القانوني لرياض سلامي بأنه ما كان فيه قرار ترك من قبل قادة التحقيق وإنما كان هو ترك رياض سلامي رهن التحقيق وبالتالي بمجرد الطعن بهذا القرار وهو أصلا مصدر وقبول هذا الطعن من قبل هيئة التهمية هذا أمر إجراء غير قانوني ولا يرتكز على ركائز قانونية بحسب الوكيل القانوني لرياض سلامي وبالتالي بناء على هذا الأمر تقدم اليوم الوكيل القانوني لرياض سلامي بدعوة مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وبواجه كل الهيئات التهمية المتعاقبة على هذا الملف وبالتالي عمليا نحن نشهد نوع من تعقيد لهذا الملف لأنه مثل ما هو معلوم أنه الهيئة العامة لمحكمة التمييز هي غير مكتملة يعني ما فيها تاخد قرار وبالتالي هني عم بقدموا دعوة مخاصمة أمام هيئة غير موجودة وبالتالي بحسب ما هو يعني مرجح أنه ما تقدر اليوم الهيئة التهمية أن تصدر أي قرار ولكن منذ بعد الوقت كمان نورا كانت القاضية هيلاني اسكندر حضرت مع وكيلته القانونية وكانت عم تتباحث أو عم تتناقش مع وكيله القانوني لحكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي ومن ثم دخلوا لداخل مكتب القاضي شعيته لتبليغه بدعوة مخاصمة يلي قدمها وكيله القانوني لرياض سلامي وبالتالي نحن اليوم أمام تعقيد إضافة لهذا الملف بطول عدم حضور رياض سلامي وبطول تقديم دعوة المخاصمة يلي تقدم فيها وكيله القانوني طبعا كل التفاصيل نحن عم نتبع من داخل أسر العدل ولكن حتى هذه الساعة لا شيء سوى أنه هني عم ببلغوا الهيئة الاتهمية بهذه الدعوة طبعا هذا الشيء المفروض أنه يؤدي لعدم اتخاذ أي قرار من قبل الهيئة الاتهمية لأنه صار في دعوة مخاصمة بحقها من قبل الوكيل القانوني للحاكم السابق رياض سلامي نعم شكرا لإليك طبعا كل التفاصيل رح نواكبها بنشرة المسا أكيد شكرا لإليك سينتيا يمين من قصر العدل إذن دكتور يعني التعقيد مثل ما قالت زميلة سينتيا أنه يهدف إلى تميع الملف يعني التعقيد الهدف بأنه تضيع الحقيقة وهذا يعني صار بملفات سابقة مثل ملف انفجار المرفق اللي بعدها هلأ ما فيه ولا موقوف مع التذكير أنه انفجار المرفق هو من أكبر الانفجارات لهذه العالم وأنه ما بيجوز شيء كبير هيك ما يوصل لنتيجة نفس الشيء لهم بملف الأستاذريات السلامة اللي هو بكل دول العالم ماشي وصار تقريبا فيه إثبتات إنه مدين وبعض وعن القضاء يعني متأخر لحتين يقدر يعمل اللي لازم بحق الأستاذريات السلامة وبرجع بذكر بول إنه الأستاذريات السلامة هو كنز معلومات يعني المهم إنه ينجيب ويتحقق معه يعني إذا ما بنا ناخد منه المعلومات اللي مخبيها الأستاذريات السلامة ما منكون عملنا شغلنا متملازم وما فيه ولا أي سبب أنا برأيي يمكن يكون محل من محلات في نوع من التقاع وحتى الأمني لأنه اللي بيقدر يعمل عمليات أمنية ويجيب لك مطلوبين ويقدر يعرف الشير دي والوير دي شو عم بيصير بيت فلان وبيت فليتين مش صعب على أبدا أن يقدر يعرف الأستاذريات السلامة وينه ويجروا للمحاكمة لحتين يكشف كتير من الأسرار اللي عنده اللي عم لقد مش كأنه في بعض الجهات السياسية اللي عم تحاول إفهام الناس أو الرأي العام أنه اليوم ما في أي ملف أنه يمكن يوصل إلى أي نتيجة اليوم بالتحديد يقال اليوم الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية وفقط لغير نقطة على السطر نحنا ما بننكر ولا محل ما رح توصلوا لأي نتيجة اليوم عم ننصوب الاتجاه أو نحو انتخاب رئيس الجمهورية علما أنه المشاكل مش هون يعني حديني أول شغلتان أول شغلة نحنا كفريق سياسي أكيد من أولوياتنا انتخاب رئيس الجمهورية نحنا أكيد منوافق أنه انتخاب رئيس الجمهورية واحدة من الأولويات إنما هؤلاء المسارين منفصلين عن بعضهم اليوم المسار القضاء الشي والمسار الانتخاب الشي تاني اليوم المسار القضاء مع الأستاذ الرياض السلامي لازم يقض مدية ومجرى طبيعي هلأ أكيد كلنا بنعرف أنه في تدخل بالقضاء والقضاء من المحلات مسيس وفي تدخلات سياسية بقلب القضاء وبالتالي أنه يكون الرياض السلامي محمي بيجوز وخصوصي أنه يمكن الرياض السلامي يكون قل له شركة من سياسيين نفذين مشان هايك نحنا منرجع ونأكد أنه استجواب الرياض السلامي وأخذ الأسرار منه شي ضروري كلما نوصل لشي اسمه محاسبة ونسكر هذا المنسميه فترة اللاعقاب يعني أنه الواحد بيعمل شو ما كان بيسوي شو ما كان بيخرب البلد عروسنا كلنا بينهار اقتصادنا بينهار نظامنا النقدة وما حدا وكله ما حدا بيتحاسب نحن أعنعيش أكبر أزمة إقتصادية أو وحده من أكبر أزمة الإقتصادية لما رأوا فيها البلدان وما حدا وكله اليوم ما فيه ما فيه ولا أية مثورا مسئول أبدا ما فيه مسئول وأكيد فهنا ماعمول إنه الاستجوار السلامي هو وحده المسئول استجوار السلامي كان عم يidianرون شغل بالتنسيق مع أطراف سياسيين حكما يعني يستوجبوا يعني يرغطوا الاستجوار السلامي يستجوبوا الاستجوار السلامي هذه واحدة من الأساسيات اللي لازم تنعمل بهذا الملف والقضاء ما لازم يتقاعس أبداً لأنه هذه بتعطي صورة عن القضاء اللبناني إذا هو خارج يستلم ملفات كبيرة ولا هو بعده دون المستوى أنه يستلم ملفات طب من هم نفوت على موضوع التدقيق الجنائي لبلشنا نسمع أنه ما في أموال لتنفيذ هذا التقرير يعني نحن نستغرب هذه قصة الأموال لأنه إذا بتطلعي على الأموال اللي راح يتبغير محلات واللي مش بهذه الأهمية بتقولي أنه يمكن فيهم يدبروا له أموال من غير محلات من الصحوبات الخاصة ومن كتير الشياء بس خليني أقول عن التدقيق الجنائي أكتر من الشغلة أول شغلة هو تدقيق تقني هو تدقيق غير نهائي هو مسودة بريليمينار يعني هو منه نهائي نحن اللي منتمنى ثلاث شغلات أول شغلة أنه يستكمل هالتدقيق الجنائي بمصرف البناء يعني اليوم هالتدقيق اللي يتملش واللي قال أنه الاستيزريات السلامة ما عطاهم كل المعلومات اللي كانوا بدون إياهون نحن نتمنى اليوم مع وجود نائب الحاكم أو الحاكم بالإنابة الأستاذ وسيم منصوري دكتر وسيم منصوري أنه يرجعها لتدقيق الجنائي مع الفراس أين مارشال ياخد مدى ويقدروا يوصلوا لكل حقايا المطلوبة بالمصرف المركزي ثاني شغلة نحن نتمنى أنه ما يوقف تدقيق الجنائي بس بمصرف لبنان نحن من هوني من الو تيفي منقول نحن مع أنه يكون تدقيق الجنائي بكل الوزارات واللي اللي حقنا أنه بده تدقيق بوزارة الطاقة نحن منقل له اليوم قبل بكرة خلينا ندقي وزارة الطاقة لأنه عن طالقه وننازل الوزارة الطاقة طيب يجي التدقيق على وزارة الطاقة بس كمان يجي على غير وزارات يعني ما فيه بالدولة اللبنانية إلا وزارة الطاقة ووزارة المالية ووزارة الأشغال كل هون دولة كمان بدك تدقيق الجنائي يروح على السناديق وعلى المجالس اللي يصبر لسنين في عندك سناديق ما بنعرف شو فايت فيها مصاري وفي عندك ما جالس ما بنعرف لا كيف فاتت المصاري عليها ولوين صرفي وآخر شي تدقيق لازم يصير كمان بالمصارف يعني اليوم في عندك مصارف ما بتعرفي شو موجوداتها للنأدية ولغير النأدية ما بتعرفي موجوداتها الموجودة بلبنان وموجوداتها الموجودة بر لبنان هذا كمان لازم ينعمل لحتين تتحدد الفجوة المالية ويبلش ينحكى بتوزيع الخسائر دونك هودولي الشغلتين أساسيات وهودولي الشغلتين ما لهم إيمة إذا ما في محاسبة بآخرهم يعني اليوم إذا عملت كلها تدقيق جنائي وعملت كلها ودولي وما عندك سلطة تقدر تحاسب لشو اليوم أنت بتعملي هودولي لحتين يكون فيه مسنب يتحاكم ويتعلم ويشوفوا الناس أنه بلش القضاء عم يشتغل شغله وعم يعمل الدور اللي يجب يعمله والمتهم أو الفاسد عم ينحك بالحبس ما بقى فيه لاعقاب لحدا صرنا عم نسمع بعض الأصوات اللي كانت عم بتعرقل يمكن أنه حصول التدقيق الجنائي عم نسمع أنه لا عم بتطالب أنه تدقيق الجنائي يصير موجود بك يعني ينسح بع كل الوزارات مثل ما تفضلت وقلت هل يعني هذه القوة السياسية جادة بهذه المطالبة؟ نحنا منتمنى بس اليوم أنت بتعرف فيه حكومة وبتعرف أنه نحنا نضدها بمعنى أنه نحنا نعتبرها غير ميسائية غير شرعية حكومة الرئيس حسن دياب هي اللي أخدت القرار بالتدقيق الجنائي بمصر في لبنان اليوم بتجي الحكومة تقول طالما هؤلاء الأفريقاء عم بيطالبوا بتدقيق الجنائي بالوزارات نحنا ما عنا مشكلة يفوتوا على الوزارة البدنية بس ليكونوا عادلين ويكونوا مصفين يفوتوا على كل الوزارات كل الوزارات الخدماتية اللي فيها مصاري اللي بتصوف مصاري يفوتوا يدقوا فيها أول هم وزارة الطاقة مش إخرون اللي بيجي بيقلنا وزارة الطاقة نحنا عم نقول له أول وزارة فوتوا على وزارة الطاقة بس يخيي وزارة الطاقة في غيرها في وزارة المال في وزارة الأشغال في وزارة المحجرين في غير وزارات في مؤسسات ممي الكهرباء مؤسسة كهرباء لبنان سندي مجالس عنده الجنوب كل هدول الإخبار يروح يدقوا فيهم كلهم نحن اليوم قبل بكرة معهم ونتمنى كل هالملفات توصل لخواتيمة ونحن مستعدين لكل شي بيطلع من وراء هدول الملفات بحواركم أو مفاوضاتكم مع حزب الله اليوم عم تحسوا فيه نية بتنفيذ التدقيق الجنائي أقل له نحن مفاوضاتنا مع حزب الله ما بتتطلع يعني ما أرابط هيدا الشيء نحن عم نفاوض مع حزب الله عم وضوع اسمه الاسحاء الرئاسي هيدا العنوان الكبير عم نفاوض معه مع حزب الله إذا بدك هايك بالكادر الكبير أكيد التفاوض بيننا وبين حزب الله خفف شوي من التوتر بين الجمهورين على الميلتين أعاد شوي من الثقة بين الطرفين وهام شغلي أنه كان هو الحوار عم يجرب يلاقي حلول لأسة الاستحاءة الرئاسي ما اضرر أنا أبدا لموضوع تديقي جنائي وغير الشيء هيدا ملفات تانية موضوع الحوار بيننا وبين حزب الله يتعلق فقط بالاستحاءة الرئاسي وإذا بتحبي نحكي عن الموضوع لا ما فيه بند بناء الدولة يعني هذا ما بين درج ضمن محاسبة نحنا أنت عم تحكي عن شيء الأديم يعني محاربة الفساد والمحاسبة لا نحنا نحنا هلا عم نحكي بموضوع الملف الرئاسي موضوع الملف الرئاسي وحوارنا القائم اليوم بين حزب الله بيننا وبين حزب الله يتعلق الملف الرئاسي وتشكل اللي جن تدرس موضوعين أول موضوع هو المركزية الإدارية والمالية الموسعة اللي نذكر باتفاق الطائف واللي نحنا عم نطالب فيه شرط مسبق لحتين نكمل عملية الاستحاءة الرئاسي والتانية شغلة عم نطلبها نحنا هي قصة الصندوق الايتماني اللي كمان نحنا عم نطالب أنه يكون شرط مسبق يعني هذول الشغلتين نحنا عم نطالب أنه يكونوا إشيات تتحقق قبل انتخاب الرئيس مش بعد انتخاب الرئيس حلق الشغلة الثالثة اللي حضرتك عم تحكي عنها هي الشغلة اللي إلها ببرنامج الرئيس يعني اليوم هيدا ما فينا نتفق عليا إلا يعني ما بيتطبق إلا بعد ما ينتخب الرئيس أنه كي بده تكون شكل السلطة كي بده تكون الحكومة كي بده نشارك بالحكومات شو بدنا نعمل البرنامج بدنا نعمله دونك هذول الاشي أكيد بس هذول انفواء خدنا هذول لك المطلبين اللي هنين لمركزية الإدارية والمالية الموسعة والسندوق الايتماني لدينا شي مكتوب موجود هو إذا بدك مشروع عنون اللي كان نشتغل علي الاستاذيات بارود واللي كان تناقش بالمجلس النيابي أكيد عنون كبير منو صغير أكتر من مية مادة بكتير مية وعشرين وثلاثين ما بذكرتاش بس عنون كبير والسندوق الايتماني ما في شي مكتوب أبدا يعني هيدا بده شغل كتير لحتين يبلش ينحمل بالمقابل هيدا في شي موجود بده يتناقش وبده يعني يتناقش ويتكمل بقى نحن هوني بمرحلة الحوار عم نحكي على هدولي بس عم تحكي على فترة كتير طويلة إذا عم تشترتوا أنه تأمين هذه المطالب قبل الاستحقاق الرئاسي يمكن لألكون الرسالة موجهة من الرئيس بررين باريح قال أنه اليوم الأولوي لانتخاب رئيس وبعدين منحكي بالمواضيع التانية وكبين قال أنه نحن مع تنفيذ الطائف حرفيا يعني برأيك هون خلي نجيبك على السؤالين نقالات المركزية الإدارية رح جيبك على السؤالين أول شغل موضوع موضوع انتخاب رئيس الجمهورية نحن اليوم مستعدين والكرة عند الرئيس بررين أنه اليوم إذا بيفتح المجلس وبيتعي لجلسة لانتخاب رئيس نحن رح نكون بالمجلس ونحن ما رح نعطل وستكونون على التقاطع اللي كنتوا عليه ورح نطلع على التقاطع اللي نحن كنا فيه يعني على اسم على الاسم اللي كنا ماشي فيه نحن أكيد إذا اليوم الرئيس برر بيدعي لجلسة لمجلس النواب نحن رح نكون موجودين وما رح نعطل يعني رح نكون بالدورة الأولى وبالدورة الدينية تفقنا دونك هيدا رح ننتخب لستيس جهاد أسعور حتى لو كانت الجلسة الأولى يعني لصالح الدورة الأولى لصالح يعني المرشح الخصم لألكم نحن عم نقول إذا دعا اليوم الرئيس برر لجلسة نحن رح نروح ومرشحنا هو لستيس جهاد أسعور هلا مين بيربح بالجلسة غير موضوع بس بس هل قد مطمم باله أنه استيس سلاميان فرنجية بيوصل عبقر يتعي لجلسة ما هو مرشحه يعني طالما اليوم ما عميتها الرئيس برر لجلسة بتفترضي هايك أنه ما بدأ أيا الاستيس سلاميان فرنجية ما أنه ما تمام من الخمسة وستين صوت وقالك إن باريح دعا الاستيس برر الاستيس رئيس النبي برر دولة الرئيس كانت على جلسة جديدة وقالت فضلوا على انتخاب رئيس جمهورية هذا بأول شعب بالشيء الثاني اللي حضرتك عم تحكي عنه أسل اللامركزية اللامركزية هو بند إصلاحي كان موجود بإتفاق الطائف ولسؤول حصل له 30 سنة بعد ما هلأ ما تطبق لأنه أكيد وقت ما يطبق يعني في بعض الأفريقاء السياسيين مش راضين بتطبيق اللامركزية وهناك اختلاف على تفسير هذا البنح نحن بيرأينا نحن بيرأينا ما في لامركزية بلا ما تكون ميلي ما قالها معنى يعني اليوم اللامركزية الإدارية بتصير تشبه شيء اسمه اللاحصرية شو يعني يعني أنت بدك تروحي تعملي ميكانيك للسيار تروحي بتعملي على الباك الهرمل محال ما أنا هونيك معنىك مضطرة تجي لهون أو بدك سجي العدل بتعمليها هونيك هذا يعني أكتر بيشبه اللاحصرية نحن اللامركزية ما قالها معنى إذا ما كان فيها مالية إذا ما كانت مالية يعني اليوم إذا مجلس القضاء المنتخب أو الهيئة القضاء المنتخبة واللي بتنتخب مجلس القضاء ما بدا يكون عندها إمكانات مالية لحتى ان تقدر تعمل مشاريع وتنمي القضاء طبعولها أو تنمي الديرة الجغرافية طبعولها لا شو اليوم الهدف من اللامركزية الإدارية هي التنمية حسب كل منطقة يعني التنمية اللي بتعوزها منطقة معينة لأنه زراعية تختلف عن منطقة صناعية. شو نظرة حزب الله بهذا الموضوع؟ حزب الله مبير رحمة ما حكي السيد أنه هو ما بيحكي إلا بالسين حاله يعني هو اليوم عم نتفاوض نحن وحزب الله الحوار بيننا وبين حزب الله لا يشمل أبدا الحلفاء المائين يعني بيقصد يمكن ما بدأ أيام بيقصد عام يحكي عن حاله. داني شغل هنين قالوا. بس كيف فهمتوا يعني إيجابيا أو سلبي يعني يعني بيروحوا بالاتجاه معكم أو مع نحن ولا يوم قالنا أنه اتفاوضنا مع حزب الله هو شيء لنفرضه عباق المكونات بالعكس نحن من الناس اللي بيقدروا يحكوا مع حزب الله مثل ما بيقدروا يحكوا مع إذا بدك بين مزاوجين المعارضة هذا الشيء بيميزنا عن غيرنا أنه قدرين نحكي مع كل الناس وهذه الشغلة مش كل الناس عندهم ديها يعني قد عندك أفريقاء لبنانيين ما بيقدر تحكي مع حدا أساسا رافضة فكرة الحوار من الأساس نحن اللي بيميزنا عن غيرنا أنه منقدر نحكي هون ومنقدر نحكي هون نحن اليوم اتفاعنا أو حديثنا مع حزب الله هو نعرف أنه محصور بيننا وبين حزب الله ولا يوم من الأيام نحن فكرنا أنه هالحديث اللي عم بيصير بيننا وبين حزب الله هو شيء لازم نفرضه عباق المكونات هي وجهة نظر هي فكرة نحن منجرب أنه باقي المكونات يحكوا فيها ونقشونا فيها يعني اليوم صار عندي كتلة كبيرة وازنة بالإضافة لكتلتنا عم تجرب توصل اقتراح قانون عن مجلس النية بهذا الشكل المهم بعدين حزب الله أكيد بيحكي مع حولها فائق ونحن منحكي مع حولها فائقنا أو مع اللي بيهمونا بس في ناس بالمبدأ ما في عندها سبب لترفض مثلا لنحكي المركزية الإدارية والمالية الموسعة في عندك أفريقاء بالمعارضة ليش بدون يرفضوها يعني أنه بالمنطق ليش بدون يرفضوها ما هذا كانوا يمكن يحكوا فيها هني بالزمان يمكن ما بيقبلوا تيجي عن يد التيار الوطني الحر أو تكتل أو ما بيقبلوا تكون يعني مقابل استحقاق الرئاسي لا في فرع فينا نحكي دكتور بعد هذا الفاصل أكيد رح ننفذ بتفاصيلها طبعا بعد هذا الفاصل مشاهديني خليكم معنا نكمل معكم مشاهديني حوار اليوم مع الدكتور سامر التوم عضو تكتل اللبنان القوي أهلا وسهلا فيك مرة جديدة كنا عم نحكي بموضوع المركزية الإدارية بس خليني حكيتي شغلة كتير مهمة عن موضوع المقايدة بنقول واحد عم بيقايد واحد تاني وقت يكون عم ياخد شي لقله يعني أنا بعطيك الشي لقليك بياخد شي بالو لقلي بس اليوم نحنا الأنونان اللي عم نطلبهون هدا لكل الشعب اللبناني يعني شي اسمه مقايدة هاك بهالمعنى هدا شي غلط اليوم هدا اسمه عمل سياسي وعمل سياسي نظيف وكتير مرتبة عم نعمله مقايدة وقت يبقى عم نطالب بشي لقلنا يعني اليوم بعطيك وزارة بياخد وزارة بعطيك حصة بياخد حصة هادي مقايدة لهم ما بيعرفوا هادي انه مطالب مكاسب وطنية لكل الشعب اللبناني هادي مطالب لكل الشعب اللبناني ومطالبون يعني مطالب لكل الناس هدا شي بغير عيشة الناس من محل لمحل وقت قدي تقري اقتراح القانون طبعا لمركزية ادارية والمالية الموسعة بتحسي حالك سلطي بغير بلد بس الظروف اليوم دكتور هي غير مؤاتية يعني مسأبة انه راح يكون فيه تساهل متل ما انتو عم تقولوا انه يكون فيه تساهل بموضوع الرئاسة الجمهورية حتى تتنفذ بس هلا عم تقول انه اشتراط تنفيذ هذه هادولي الانونان بدنا يهن مسبق يعني هادولي متل ما بيقولوا بدنا يكتفع هادولي الانونان بغيروا حياة اللبنانيين لمركزية ادارية هي امكانية الدوائر الجغرافية لي بيشملها الانون لمركزية الادارية انه تصير هي تعرف حاجات منطقتها وتروح الى التنمية الاقتصادية الزراعية الصناعية لانه مش كل المناطق هي جزيتها بكل المناطق اللبنانية وبرجع بكاره الربط انه في عندك مناطق يمكن اولوياتها الزراعة في عندك مناطق اولويات الصناعة الصناعة غير مناطق عندها غير اولويات. والتالي مجالس القضاء وهيئات القضاء المنتخبة من الدائرة الجغرافية هاي هي اللي بتصير تدير شو قول هاي دي الرائعة الجغرافية. هاي دي اللامركزية الانارية والمالية الموسعة. وبتصير هي متان تعمل طرقات تعمل الانارة تعمل منطقة الصرف الصحي هاي دي ما بتعود بحاجة للدولة المركزية اللي تعمل هون. دونك انا وقت قريت هدا الانون حسيت حالي كأنني ستعايش ببلد غير البلد الليمناني. السندوق100 وهون خليني نوضحه شوي يختلف كليان عن السندوق السيادة. سندوق السيادة القصد منه هو استثمار عائدات السروة البترولية الموجودة بالمحر ادارة واستثمار هاي السروة. بينما السندوق الاعتمارة هو يختلف كليان. سندوق الاعتمارة هو ادارة واستثمار وصول الدولة. يعني اليوم مثلا عندك مرفع هيدا موجود بس عندك غير مرافق يمكن نقدر نحنا نستثمره ونشتغل فيهن هنا نأمليك للدولة بس فيك تشتغلي فيهن مثل مرفع جونية مثل مرفع اطرابلوس هاو دول ما بش يمنع انه تشتغلي فيهن في عندك مطار ماشي بس في عندك غير مطارات تجي انت بتجمعي كل هالوصول للدولة من مرافق من مطارات من اراضي من مؤسسات بتحطيهم بسندوق وهالسندوق بعدين بصير يعني اذا بدك يتلزم لساندي صغيرة مثلا موضوع الكهرباء بتجيبي شركي انت تدرك الكهرباء هي مسؤولة عن جيبية هي مسؤولة عن توزيح هي مسؤولة عن تأمين الخدمة وهي بتحسن لك يعني معايشتي كلها بتحسن لك ياد عنده بصير عندك خدمات مثل الخدمات اللي بتشوفيهم بأرقى الدول وبالتالي اذا بتأمني صندوق الاتماني من ماد وبتأمني لمركزيات ادارية انت قدراني ترفع مستوى عايش اللبنانيين من محل لمحل تاني يعني اغلبية المشاكل اللي بيعانوا منها اللبنانيين ميت رقاط اخبار كلها بتنحل بالاضافة لشغلة كتير مهمة بالسندوق الايتماني انه هالسندوق الايتماني في قسم منه كرمال اعادة الودائع طبعا الناس يعني اليوم السندوق الايتماني في وقت تأيمي انت موجودات الدولة يمكن يجيكي ناس من برا مثلا هنقول عندك مرفق بيروت بيسوا مليار دولار يمكن يجيكي شركة خاصة تقولك انا مستعد استثمار مش بيع استثمار يعني يضلوا اوصول الدولة للدولة تجي بتقولك انا مستعد استثمار معيك بدفع مليار مليارين دولار انا بدير المرفق على مدة 30 سنة 40 سنة اسم من عائدات المرفق بيروحوا للدولة اسم للشركة اللي عم تاخدوه ومن هالعائدات المرفق اسم اكيد بيروح للدولة لانه هي اساسا كنت تستفيد منه بس في اسم تاني يمكن يتحول كرمال يرده مصاري من الوديع طبع الناس وكمان فيكي بس تصير هالمرفق عم نعطي متل نحنا انه الشركة فيكي انت تكتبه عبر اسهم انه انت يصير عندك نوع من الاسهم بهالشركة اللي في هايدي طريقة كمان لحتين تردي فيها اسم من الوديع طبعه المدعين اللي ممكن تبخرت الكلام جميل جدا يعني على الورد بس اخر شغل انه دولي بدنا يهم مسبق هيدا الدفع سلام الدارة هنكون كبير اليوم على هذه المحاورات او المفاوضات مع حزب الله انه يوافقوا على هيدا الموضوع يعني اتنا عم تحكي ملكا انه الاستحاء الرئاسي ماشي بانسياب ووصلين لانتخاب رئيس عبكرة ونحن نحن عم نجي نطلب هودولي مصالنا السنية تقريب دي ممكن يعتبر البعض انه هذه نوع من المماطلة والتسويق بموضوع رئاسة الجمهورية انه عم تطلبه شيء على مدى عشرات السنوات ما تنفل ما شو عمل هو ما قال بتتهمينا نحنا هيك نحنا على اللي اللي عم نقول هودولي نحنا عم نقول اول شغلة انه نحنا مستعدين نحكي مع كل الناس نحنا اذا بدنا نحكي مع حزب الله في شغلتان نحكي فيهون او بدنا هودولي سلف او نحنا بيعرفوا ما قفنا من الوزير السلامية الفرجية او انه رح نحكي على اسم تالي بس قبل ما ندير يعني 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 رح نحكي بهودولي او رح نحكي باسم تالي يعني هودولي شغلتان يمكن نروح نحكي بأسم تالي يمكن يكون أسرع مش بالضرورة يكون أسرع هل يعتبر كمان بعض من القوى السياسية أنه هذا ابتزاز وتحسين شروط ومكاسب شخصية وحتى رئاسية خلينا نعيد الأشياء الأساسيات اللي نعرفوهم كل الناس أول شغلة نحن بموضوع الرئاسي نحن مشكلتنا مش الحصص بيطلع الناس بيقولوليك أنه الطيار الوطني الحر بده حصة عم بيفاوض مع الوزير الفرنجية بركوا بيطلع له حصص نحن هذا الموضوع طعناه من زمان نحن لو بدنا نمشي بالوزير الفرنجية الحصص اللي بدنا إياها يمكن كانت طلعت لنا ان كان بالوزارات ان كان بالإدارات ان كان بالمؤسسات منا هايدي المشكلة إطلاقها وحتى أكتر من هايك حتى إذا بدك وعود بالإستحاءات الجي استحاءات الرئاسية كمان يمكن بيطلع الناس بيقولولي خطية ومدرشو كلها هايدي حكي ما بتقرب بتأخر هاي طعناها من زمان وهاي حكي عشيشات بين حكي فيهون بس هودولي منهم مزبوطين إطلاقا هاي أول شغلة تاني شغلة بيطلع لك الناس بيحكي الوزير بس لين عم بيحسن شروطه الخاصة كلمة لهو يامور رئيس الوزير بس لين صار أيلها أكتر من عشر مرات وعشرين مرة انه هو مش مرشح لرئاسة الجمهورية ما بقى ناس تطلع تعيد نفس السردية انه لأ عم بيحسن شروطه وخلص هذه الاخبار طعناها من زمان نحن الواقف عندها لأنه عم بيلاقيلك مادة إعلامية يتساجل ويكب علينا هايك خبار ما قلها لزوم بس نحن هودولي طعناهم من زمان هودولي أسسيا بعدين بالحوار نحن الفرق بيننا وبين غيرنا انه ما سكرنا نحن نجي مش انه قلنا ما رح نتحور ما نحن في كتير المحلات مش مريد نتحور في طرد اليوم غيرنا عم بيقول انه نعمل جلسات متتالية ونحن عم نطالب جلسات متتالية هلأ بقل لك كيف بس في طرد عملت جلسات متتالية وموسطي لرئيس نعطي مثل متل ما صار اخر مرة استيزياد أزعور تسعة وخمسين وزير السلامية فرنجية وواحد وخمسين يعني لا هيدا أمن خمسة وواحد خمسة وستين يعني انتوا مع التوافق المسبق قبل الذهب الى جلسة نحن لا شروط الحوار عنا غير هيك شروط الحوار اول شغلة انه يكون محدود بالوقت يعني اليوم انت اذا كان بدو يكون الحوار كرميل انت مراهنة على شغلة تصير برة او تصير شغلة جوة اللي حتي نتحسن لك شروطك وانه انت القصد من الحوار انه تضيعي وقت هايدي الشغلة ما بتشوص مش نهيك اول شرط بالحوار انه يكون محدود بالوقت اليوم شهر شهرين هالحوار الليه مدة زمانية ما منو تخطاها حواركم مع حزب الله حطين له مهلة زمانية احنا لو في غير افق مفتوحة بغير محلات منقول بس ما اليوم انت شايفي انه الاستحاء الرئاسي افقه مسدود لهلأ رغم كل الاشياء اللي عم تصير بالداخل ورغم كل المحاولات اللي عم تصير من الخارج بعض والحل يعني فيه انسيدات بهالموضوع واصلين لحياة مسدود بس خليني نكملك بموضوع الحوار اول شرط انه نحنا اليوم هيدا حوار محدود زمانية تاني شرط انه نحنا اليوم عشو بدنا نتحاور نحنا بدنا نتحاور عمواصفات برنامج ثم شخص يعني عثلت اشياء برنامج مواصفات وشخص وثالث شغلة وهي اهم شغلة اللي كنتي عم تقولي فيها انه نحنا عم نطالب انه ع ختام هالحوار يكون فيه جلسات انتخابية مفتوحة متتالية القصد منه اذا كنا اتفقنا من الروح من انتخاب الرئيس اللي اتفقنا عليه واذا كنا ما اتفقنا بتكون العملية الديمقراطية اخدت مديها مش بالضرورة انه اليوم اذا صار فيه جلسات متتالية متما كنت عم قللي انه نوصل لانتخاب رئيس المرئيس لانه يمكن ملتلك يطلع سيناريو واحد خمسين واحد ستين وبالتالي ما عملتي رئيس مشان هايك فكرة الحوار ضروري يضل موجودة لانه حتى لو عملتي هؤدولي تلاتي مش بالضرورة انه يصير عندك رئيس وفكرة الحوار لازم يضل موجودة انه في حال ضل في انسداد رئاسي ما في عنا حل الا انه نحكي ما بعضنا يعني بما انه عم بتطالبه بالحوار وبعد في السناء الشيعي او الوطني هو اللي عم بتطالب بالحوار نحن مش عم بتطالب بالحوار نحن وقت نسألنا عن الحوار هاكي جوابنا يعني نحن اليوم اذا في حوار نحن اكيد مع الحوار نحن عم نقلك مع الحوار انما هالحوار مشروط بواحد اثنين ثلاث يعني اليوم بده يكون في تعهد من السناء الشيعي وتحديدا من الرئيس بره اذا بده يصير هالحوار انه في حال فشل هالحوار أو قطع المدة الزمنية وما وصل لنتيجة بده يعقد جالسات بده يفتح باب المجلس النيابي طب سئلته من قبل المفاد الفرنسي لودريان على شكل الحوار صار في اتفاق على شكل الحوار هو نحن الحوار مثل ما عم بيقول لودريان عنده بده يكون حوار سنائي أو أبعد شيء شلسي بس مش حوار مثل طولات الحوار حكي عن مرشة عمل مع أفريقاء محدودين مش مع الكل بنفس الوقت عرفتي كيف يعني ورشة عمل مع فريقين أو مع ثلاثة بس مش انه بده يجمع كل الأفريقاء السياسيين حطونا على طاولة ويلون يلا تفاوضوا الكلو يفق على هلا أنا في يقلك عما وقفنا وما وقفنا أكيد نحن مع مثل ما قلتلك نعم مشروطة مش نعم بالأبسوليوم هيك مطلقة نعم مشروطة غيرنا هني بعبروا عما وقفهم أحلى منا بس انه أنا المعرف أنه في ناس رافضة كلياً فكرة الحوار تعتبر أنه الحوار ماضي على الوقت وأنه هني بدون يطبق الأشياء اللي وردت باللقاء الخميسي اللي كان بالدوحة واللي هو بالعكس التشدد بفرض عقوبات عن كل من يقاطل الانتخابات الرئاسية هذا خيارون يعني أنا ما فيك تسأليني عن خيارات غيري أنا في يقلك نحن كيف نقشع يعني برأيك الأمور راحة بهذا الاتجاه إذا كان فيه من قبل البعض رفض للحوار والجلسات المتتالية يعني لن تسمر مثل ما تفضلتوا مش أكيد أنا ما قال فيه جلسات المتتالية لن تسمر بس أنا قالت أنه جلسات المتتالية من دون الحوار قد لا تسمر قد لا لا ما هو حتى لو عملت الحوار ما برش عبكر اللي يمكن نتفق وقته بيكون الحوار ترجمة وقته بيكون الانتخاب ترجمة للحوار اللي صار بعينيه هذا أول شغلة الثاني شغلة يمكن نحكي مع بعضنا بس يكون هالحوار ما وصل للمحل وبالتالي بيكون إذا بدك الفصل هو بالانتخاب بس مش بالضرورة أنه بالانتخاب تريد توصل لرئيس طب شو الجديد اللي رح يحمله لودريان اللي كأنه رح يجيب 11 أيلول التواريخ مش كتير دقيقة بس أنه يقال أنه هذه المرة يأتي بمع تصعيد فرنسي باتجاه إيران اللي ما كان موجود بالفترة الماضية لكن خليني أقولك أنه نحن بمقاربتنا للإشياء ما منتكل أبداً على الإشياء اللي تصير بالخارج يعني نحن اليوم الملف الإيراني السعودي الملف الإيراني السعودي السوري بس نعم بيأثر هو على كمان المواقف على الأقل لمجموعة الدول الخمس لا نشوف نحن أملك عنا نحن كفريق سياسي نحن هالإشياء كلها اللي عم تصير على بره نحن مراهن عليها نحن مراهن على الاتفاق وعالتواصل بين بعضنا وأنه كل شي بيصير بره يمكن يكون له تحديد خفيف بشي محل بس علينا ما بيأثر حلق شو ما أقول يجيب ما أقوله دريان شي جديد ما فيه يقول لك بس مثل ما نبين أنه يعني الشغلة اللي بدوا يعملها من نحيني لأنه في عندك أفريقاء لبنانيين طلعوا رفضوا دغري فكرة الحوار وبالتالي كيف يعني من نحيني كيف بدوا يعمل الحوار إذا في عندك أفريقاء لبنانيين ما بدون يحاول معاقدة يعني معنا أنها معاقدة باعتبار أنه في عندك أفريقاء لبنانيين طلعوا وصرحوا أنه هنو بدد الحوار يعني كيف بدوا يجبرون شو بيبسكن برأبتهم بيقلوا غصبا عنكم بتكون تحاولوا بعض المعلومات كمان والتسريبات أنه جاي لا ينعي كل المبادرة الفرنسية يعني قريبة برح سيد عم بيقول أنه شهر أيلول هو شهر مفصل بالاستحاء الرئاسي لننطل ونشوف رح نحكي طبعا ببعض النقاط اللي اتطرق للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بعد هذا الفاصل مشاهدينا خليكم معنا حوار اليوم مكمل معكم مشاهدينا مع عضو تكتو اللبنان القوي دكتور سامر التوم أهلا وسهلا فيك مرة جديدة دكتور بكلمة سيد حسن نصر الله مبارح توجه بعدة رسائل إن كان بمعركة تحرير الجرود اللي نوه بالقرار الشجاع اللي اتخذوا رئيس ميشيل عون وأيضا بموضوع بعدة موضوع هيا نحكي بموضوع تحرير الجرود وبهذه الذكرى طبعا هاي الذكرى بتعنينا كتير لأنه نحن أولاد المنطقة وبتعرفة أغلبية المشاكل اللي صارت صارت بجرود القاع ورأس بعلبك وبعلبك ويونين وبريتيل وهي منطقتنا آخرت النهار أنا نيب عن هاي المنطقة بعلبك الهرميل المهم بالموضوع إنه هاي دي كانت مصار مصار مش صار بالالفين وسبعة عشر لا هيدا بلش قبل كزا سنة لورا بلش معارك لقصائر حكيمنا 2012 2015 قلو دا بلش بالقصائر بالقلمون بالزبعدينة وخلص بالجرود ومتما حضرتك قلتي بأغلبية الوقت بهو دولي القصائر القلمون الزبعدينة كانت المقاومة اللبنانية حزب الله هو اللي كان عم بيقاتل بآخر مرحلة من تحرير الجنود وقتها كان فيه اسم مشترك اسم اشتغل علي المقاومة حزب الله واسم اشتغل علي الجيش اللبنانية وهوني مثل ما قلتي أكيد ما فينا ننوي إلا بشجاعة العماد عون الرئيس الجمهورية اللي كانت بوقتها اللي أخذها القرار رغم كل التحذيرات اللي كانت تجيه من الدول الأجنبية تحديدا من أمريكا بعدم أنه اتمام هالأمر هيدا بقى بالرغم طبعا اللي ضوع لان بارح السيد بموضوع الدعم اللي كانت عم تتلقيه بس خلينا نقول أنه بها الموضوع ما فينا غير ما نقدي نقدي كل التحية لكل الشهداء اللي سقطوا من الجيش اللبناني صحيح ومن حزب الله هذولي اتنين اللي احنا بمنطقنا اللي هم فضل بتحريد الجرود ما فينا ننكر لا فضل الجيش ولا فضل حزب الله بها المعارك الكبير اللي صارت بشكور يعني اللي تسمى التحرير الثاني اللي بلا يقول أهمية كمان عن العدو الإسرائيلي يعني الإرهاب التكفيري يعني إذا بدك الإرهاب التكفيري أخطر بكتير من من عدو الإسرائيلي اتنينهم أعداء واثنينهم إذا بدك واجهين مختلفين لعملة واحدة هذا الأصيل هذا الوكيل يعني نحن مقتنعين أنه الإرهاب التكفيري هو صناعة مش صناعة محلية هو صناعة إذا بدك خارجية في عندك دول كانت عم تمول كانت عم تسلح إن كان إعلاميا إن كان ماديا كان حتى أيام بالمقاتلين كانت عم تسهل تسلح وتقوي هذول التكفيريين بقى تحرير الجرود هو تحرير تاني هو لا يقل أهمية عن تحرير الأول تحرير الجرود تحرير الجنوب هو حررنا من هذول الإرهابيين اللي كانوا معايشين حالة حرب حقيقية نحنا بعلبك الهرميل يمكن اللي ساكن بيروت ما بيحس بنفس الأشياء مثل ما نحنا كنا عايشين فيها نحنا كانت المدفعية تضرب كل ليلة بس تحسوا في تحركات للمسلحين نزل علينا صواريخ من الجرود السيارات المفخخة وصلت لكل المحلات الانتحاريين وصلوا عباية العبلة على الأعطة من انتحاريين اجوا فجروا حالهم وبالتالي هاي مرحلة سوداء من تاريخ لبنان ومشكورين كل الأفريقاء الجيش اللبناني والمقومة ما فينا ما نعطيهم حقهم بها العملية هاي واللي حرر يتجرون هاي دي المنطقة يعني هي نسيج يعني من كل الطوائف صحيح لا يعني في ناس بدأت شوف هذا الانجاز اذا بدك الارهاب التكفيري الارهاب التكفيري العدو مش واحد يعني بقول للوقت الارهاب التكفيري مميز بين مسيحي ومسلم بالمنطقة الارهاب التكفيري كان يعتبر عدو كل ما هو مش مثله مش منه يعني اليوم انا مسيحي ابن القاع انا عدو لقلو الشيعي عدو لقلو السنة اذا منه مثله عدو لقلو بالتالي هاي دا الارهاب التكفيري هو فكر فكر اسود يعتبر انه كل شي منه مثله هو عدو اه دبح المسيحي دبح المسلم داعش دبحت من السنة اكتر ما دبحت من غير من غير مزهب وغير اديان معيك خبار وبالتالي هاي دا الارهاب التكفيري لابد كان مواجهته لانه فكر ظلامي يستهدف كل الناس نحنا ما كنا ولا يوم الايام نعتبر مثل غيرنا انه هودول اللي لازم ندعمهم لانه هم بقاتلوا النزام السوري ابدا نحنا من اول نهار قلنا هاي دا فكر ظلامي يجب محاربته بكل وقته بكل زمان وميه يعني انبارح كمان كان فيه تلميح بكلمة سيد نصر لانه هذا الخطر موجود يعني دايما مية بالمية هلا فيه نوعين من الخطر فيه الخطر العسكري اللي كان موجود وقت كانوا هني موجودين بالجرود وهذا خطر مباشر ان كان بالصواريخ وان كان بالعمليات العسكرية المعقول يعملوها انما هو فكر وبالتالي هو أمنيا بيقدر يفرق حياة لوقت من الأوات يعني بيقدر يعمل لك يعني بيقدر يعمل لك عملية انتحارية بحياة لوقت من الأوات ما فيش يمنع وقت يبقى واحد فكره هايك ومعتقاداته هايك انه يروح يعمل اي عمل امني وليش افناه في الاسبوع الماضي لننطر تحقيقات لنشوف شو بتقول لننطر تحقيقات لنشوف شو بتقول انما هاته زنمي كان اكيد مشارك متهم او عم ينقال انه كان مشارك بتفجيرات السيدة زينها بسوريا واجه على البنين وكان مراقب والحمد لله يعني لنقول انه اذا كان بنيته يعمل شي مخطط اجرامي او ارهيبي منيح اللي نكشف قبل بوقت وهوني كمان برجع بقلك ما فينا منحية الا كل الجهود اللي عم بتصعر عامل لبنان وتخلي انه هايدي المخططات الارهيبية ما تقسي الشعب اللبنان يعني للمفارقة الانجازات الوطنية اللي صارت والبعض ما بدوا يشوفها وبدوا يتجهلها ان كان بموضوع ترسيم الحدود وبلشت الحفارة وبموضوع حرب تموز وبدوا انتكاتف ويعني تعاضد بموضوع الاعتراف بالعدو وموقف موحد يعني يعني انا بس خليني انك شغلي نحنا ما قفنا نحنا اكيد مع استراتيجية دفاعية بتحمي حقوق لبنان يعني متل ما انت قلتين كان بحرب الجروت اكيد كان واضح انه الدور اللي لعبته المقاومة كان تكامله مع دور الجيش وانا في اكدلك انه ضباط الجيش وعناصر الجيش كانوا حسوا حالهم انه محميين او مرتحين لانه في حد عم بيقاتل لجنبهون ضد هالعدو الكثير وبموضوع ترسيم الحدود اكيد كمان كان في دور كتير مهم للمسيرات اللي طلعت واللي جبرت اخذ تنهار العدو الاسرائيلي يفهم انه ما في حال يعني ما في حال بيقدرين تزعوه مننا بالقوة بالعكس مجبورين يفوضونا ويعطونا كل حقوقنا لحتين يقدروا هنين يستفيدوا بالامن من تاني مال وبالتالي هاي استراتيجية دفاعية اكيد هي مدار بحث لازم ينحطها طورة الحوار لازم ينحكي فيها لازم نستفيد من كل عناصر القوة اللي عندنا اياها وما نترك عناصر القوة اللي بايداينا كرمال العدو الاسرائيلي يحقق البدوية بلبنان طيب بموضوع اليونفل والتمديد الى اليونفل في اجتماعات عم بتصير موقف مبارح اللي اطلقوا الامين العام لحزب الله بانه سيبقى حبر على ورق وهيدا رح يكون شيء بوابة بس حبر على ورق لاشعال الجبهة الجنوبية حبر على ورق انا فهمت غير ما حضرتك عم تقوليها حبر على ورق بمعنى انه الغلط الكبير مش السنة الغلط الكبير صار سنت الماضي وقت ما نذكر بالتمديد لليونفل التنصيق التنصيق مع الحكومة اللبنانية تحديدا مع الجيش اللبناني وهالشغل هاي اللي صارت قدت لمشاكل مشاكل مع الاهيلي وكلكم تذكروا قصد اللي صارت بالعاقبية وقت صار فيه تعرض للدورية الايرلندية ومقطع جندي من الجنود الارلنديين يعني كان الدليل انه الوضع كان الدليل انه الاشياء متل منا بلت نسيق مع الجيش اللبناني مش معبولي يمكن توصل الى محل يصير فيه تصادم مع الاهيلي وبالتالي انا برأيي اكيد اليوم اذا بده يصير فيه تعديل لهذا الارار بده موافقة الدول الخمسة واكيد موافقة الدول الخمسة عتعديله مش رح يكون موجودة وبالتالي رح يضل الارار متمهول انما عمليا على الارض ما بقدر انه هيدا الشي بيغير كتير باعتبار انه اليونيفا الفهمت من وقت صارت اخر مشكلة بالعاقبية انه هايك حريت العمل وتشتغل بلت نسيق مع الشاشة اللبنانية هيدا الشي ما بيقدر يمشي بسهولة يعني تهديد بالفصل السابع هو مجرد كمان تهويل او ضغط لانه كمان الفصل السابع بده موافقة الخمسة اعضاء طبعا الامم المتحدة اللي هنن الدول ديم العضوية بمجلس الامن يعني فرنسا امريكا هودول الخمسة وبالتالي اكيد فيه ناس بالله بيهودول الخمس دول ما رح توافق انه يكون تحت الفصل السابع ووضيفي عليهم انه الفصل السابع هو بما ثابت اعلان حرب على لبنان يعني الفصل السابع عم تقولي انت انه كل قرارة الامم المتحدة بده تنفرض فرض بقوت السلاح بقوت الطيران بقوت البحر بكل هودولي هيدا الشي عنا بلبنان ما بيركم قبل ما نحكي بموضوع النزوح وعم نحكي عن موجات نزوح جديدة بوقت انه الحديث عن خطر هذا الملف توقف ما بقى كتير عم نسمع ونوضع يعني هيك على الرف بس قبل بدي احكي بموضوع تحضير مرسوم او ما يحكي عن تحضير لمرسوم التمديد للعماد عون وتعيين رئيس اركان وعضاء بالمجلس العسكري هل سيكون هذا الموضوع سألت سؤالين كتير كبار كل واحد مضوح عشو دعي لا موضوع النزوح بدي خليل الاخر بموضوع تحضير المرسوم بموضوع التعيين نحن بس بدي أقولك نحن نعتبر هذه الحكومة حكومة غير ميثاقية وغير دستورية غير دستورية لأنه هي حكومة مستقيلة وبحكم الانتخابات النيابية اللي صارت بالـ 2022 بعيار وبالتالي هي من أخذ ساعة المجلس النية بجديد هي غير ميثاقية لأنه فيها مقوّن أساسي ما عم يشارك باجتماعاتها ومع هذا وكله الحكومة مكملة نحن بنعتبر كل الأرارات اللي بتخدها هاي الحكومة أرارات لنقول غير شرعية وغير ميثاقية لأنه بعني عمل لي كلاش وبالتالي شو ما عملت تعمل بديية نحن بنعتبره غير مظبوط بس بوجه نظرنا إنه مش هيكلة اللي منشقة الحكومة اللي بتعين مجلس عسكري والحكومة اللي بتعين أو بتمدد لقائد الجيش يعني قدران نتعمل كل شي بها البلد ومعنته هي عم تدير البلد بغياب رئيس الجمهورية موقفكم ما قالوا علاقة بموقفكم من قائد الجيش شخصيا نحن ضد تعيين حاكم جيش ضد تعيين حاكم مصرف لبنان ضد تعيين لواء جديد بالأمن العام نحن ضد إنه هاي الحكومة تكون تعين في ظل شغور رئاسي لأنه آخر تنهار رح يصير البلد ماشي طبيعي ومنك بحاجة للرئيس وهيكا عم تفتح المجال إنه هالشغور الرئاسي ضل سنين و سنين ما بتكوني مستعج لي أبدا لأنه ما في شي جبريك تستعجلي واتبقى هالحكومة عم تدير البلد تاني شغل شو القصد من إدارة البلد بها الطريقة نحن ضد إدارة البلد بها الطريقة علنا لأنه كان فيه الرئيس مئات يشتغل طريقة غير أول شغل اللي كان فيه يجمع كل المكونات بحكومته حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال ويخلي كل الوزراء يمضو بمتل ما كان يصير 2014-2016 والمراسيم يزوالي شي ما عملوا الرئيس مئاتي تاني شغل رئيس مئاتي قال إنه هو بس بدو يجمع حكومته بخصوص الأشياء الاستثنائية والأشياء الضرورية بينما بالممارسة عم يشوفوا عم يعملوا الأشياء ما قلق دخلي أبدا لا بالضرورة ولا بالاستثنائية صاروا عم يعملوا البدنية كيف ما بدون موقف حزب الله معقول يكون مماثل للموقف اللي اتخذ بتعيين حاكم جديد هلأ موقف حزب الله وقت صار في قصة التعيين لأنه هو ضد إنه هاي الحكومة تعيين هلأ بيضلوا عم موقفهم ولا بيغيروا موقفهم ما بعريب بس نحنا موقفنا واضح نحنا ضد إنه هاي الحكومة تعيين نحنا هاي الحكومة عم تتعدى صلاحياتها عم تاخد أصم من صلاحيات رئيس الجمهورية بالوقت اللي هي حكومة تصريف أعمال نحنا بنعتبرها غير ميساقية نعم وبالضيف عليه وإنه غير دستورية طيب هلأ مننتقل لملف النزوح في موقف كمان جديد سمعتم من شوي إنه العمل على قانون أو قرار تجريم كل من يستقبل مقيمين سوريين أو سوريين غير شرعيين على الأراضي اللبنانية صحيح هذا الوزير شرف الدين صحيح بس نحط الأشياء بإطارة اليوم تعرف إنه سوريا معرضة لحصار نعم وهالحصار عم يجمر كتير من الناس تترك سوريا تيجي على لبنان وهذا مش نزوح إذا بدك سيارسة أو أمنة بسبب مشاكل أمنية عم تصير بالسوريا هذا نزوح اقتصادي يعني مثل اليوم واحد بيترك ضيعته بيجي على المدينة كرميل يسترسي يعني غير مدرجين على لائحة المفوضين أول شغلي هيدا نزوح اقتصادي الثاني شغلي هؤدولي ما لهم حق يتسجلوا بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وما بيستفيدوا من التقديمات اللى بتقدمها الأمم المتحدة ما يعني أنه يعني أنه هؤدولي ما بيستفيدوا وإذا بدك الضجل ما فيك تسميهم اللاجئين بمنى اللاجئين اللي نحنا عم نحكي فيه عطول هنا اللاجئين اللي عم يستفيدوا بعض الأوقات عن غير وجه حق من تقدمات الأمم المتحدة يعني ما بيشكله خطر أكيد بيشكله على ملف النزوح أو زيادة من الضغط النزوح هو مش بس الصفة النزوح هو الوجود يعني اللي موجود عندك على الأرض اللبنانية عم بشكل عليك خطر أو لنقول ضغط مش خطر ضغط اجتماعي يوم عم تتغير التركيبة الاجتماعية تبع لبنان عم بشكل عليك تغيير ديموغرافي عم بشكل عليك ضغط اقتصادي ضغط على البناء التحتية ضغط أمنى لأنه كل هدول ما بتعرفه يعني بعدنا كنا عم نحكي عن الخطر الأمنى اللي هو عطول موجود بكل الأوقات في لبنان وبالتالي موضوع النزوح هو مش موضوع انه هذا بيخد من الأمم المتحدة ولا هذا ما بيخد من الأمم المتحدة اللي عم يستفيد من الأمم المتحدة عم يضل في لبنان بسبب المصار اللي عم تفعله إياها الأمم المتحدة وانا فيه خبرك خبرية وهاي بعرفها لما عندي من الأع في ناس كانوا موجودين في لبنان قبل الأزمة السورية وعم يستفيدوا من الأمم المتحدة قبل الأمم المتحدة قبل قبل الأزمة السورية بكتير الداتا عفهم أعلن المدير عام بالإنابة للأمن العام أنه تسلموا الداتا شو عم يستفيدوا مننا لحد هلا لا ضرورية الداتا ضرورية لألك لاش ضرورية بس أنه شو عم لألك شو لازم نعرف ترتيب لهذا الملف أو حل كنت عم قلتك أنا في ناس عم تستفيد عن غير واش حق لاش لأنه مثلا النازح اللي بيستفيد من الأمم المتحدة واللي بيطلع كل عيد على السورية هدا لاش اسمه نازح اللي بيروح بيعيد مع عائلته بسورية وبيرجع بيجيه هدا لازم تنشال عنه صفة النزوح اللي بيشاركوا بأعمال أمنية طب انشالت صفة النزوح شو بيصير؟ بيصير أنه من السهل ترحيله لا مش من السهل ترحيله ما هو اليوم باقي باللبنان لأنه عم يقبض الأمم المتحدة يعني اليوم بديك تشوفي ناس موجودين باللبنان عم يستفيدوا ماديا بالتقديمات اللي عم تقدمها الأمم المتحدة وهذا سبب بقاوم باللناء يعني اليوم أنا أكيد نفسها ودولي الموجودين هون قولي لهم أنا مستعدة اتفعلكم المصاري إذا بتروحي على السورية أكتر من نصهم بيضبوا غرادهم بفلوا عسورية بس الآن عم ينحكي عن تعزيزات أمنية للجيش اللبناني تعزيزات أمنية يعني أو أنه وجود أكتر للجيش اللبناني على الحدود السورية ضرورية على طول هذه الحدود ما منعرف أداء إمكانيات الجيش لتغطية هذه الحدود لمنع التهريب أنا بمنطقة حدودية وفي يقلك أنه ضبط الحدود بين لبنان وصورية شغلي منها هيني قد بيقولوا أنه شغلي هايك بتصير أنا برأيي شغلي صعبة لوجستياً على الشيش أنه يقدر يعملها هي بحاجة لتعاون الجيش السوري كمان أو الحكومة السورية أكيد هي هلا مش لأكل أشكي تمنى نقول المغادلة إذا بيصير فيه تنسيق بين جانب اللبناني وجانب السوري بتخففي بس ما بتلغيه يعني بتخففي نسبة التهريب ولا لحد هلأ بيظل يعني هذا الملف اللي الضاغط على لبنان العبء الكبير على لبنان هو النزوح السوري ما فيه هذا التعاون ما فيه يقلك إذا على المستوى القيادات الأمنية فيه تنسيق بين بعضون بس الشي اللي أكيد أنه اليوم فيه عندك لاجئين أو مش لاجئين فيه عندك ناس سوريين عم بيفوتوا على لبنان بطريقة غير شرعية عبر مع عبر معابر غير شرعية هايدي أكيد بدوا يتلاقى لحل وأكتر من هيك فيه عندك ناس بينلاقطوا بلبنان أنه غير شرعيين ويتحطوا على الحدود فيه عندك نوع من المخيات بترجع بطريقة ما بتردون على قلب لبنان مقابل بدلات مادية هذون يكلون لازم يتلاقى طريقة لحتى يتزبطوا يعني لازم قيادة الجيش لازم الأمن العام يشوفوا كي بدوا ينلاقوا حل لها المشكلة لأنه هاي عم تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمن اللبناني وبالتالي بدها متابعة وبدنا متابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية حكوميا ويزاريا شو صار باللجنة اللي كانت عبدأت تشكل بس إذا بتسمحيلي اختصر لك إيها الحكومة الحالية ما عملت ولا شي ولا إنجاز بأي ملف حيوي يعني اليوم عم تسألي عن الحكومة عم نجيبك حكومة الرئيس مئاتي بكل الملفات الأساسية مصالحه الشخصية لأي ضرر أزمة مثل أزمة اللبنانية سنة ونص بعد ما عنا خطة كي بدنا نقدر نضبط أمونا الاقتصادية وبالتالي وقت تسألي عن الحكومة رح جوبك جوي بعا كل السؤالات هاي الحكومة الحالية الحكومة الغير ميساقية الحكومة الغير دستورية خلينا نأكد عليها عطول ما عملت شي إلو طعمة بالملفات الأساسية يعني تتقصد عدم حل ملف النزوح بالتحديد تتقصد ما بقدر إليك ظاهريا عم تعمل شي عمليا على الأرض بعد ما شفنا شي عمليا على الأرض إذا هي واحدة المسؤولة ولا كمان بدأت نسيق مع جهات دولية معينة لتقدر تلاقي حال ما بعرف جهات الدولية بدأش بتأثر على المصالح الخاصة طبعا رئيس الحكومة طبعا بعض الناس كمان ما في إليك بس هذا موضوع النزوح السوري بس خلينا نكون واضحين نحن هذا من أهم الملفات اللي اشتغالنا عليها ويمكن أول ناس حكينا بموضوع النزوح السوري ونبهنا لخطر وقلنا هالملف يوم من الأيام بدوا ينفجر بوجنا كلنا وبالتالي لازم نتنبه له من أول ما بلش يصير نحن كنا ضد النزوح العشوائي إنه يفوتوا كيف ما كانوا ويما كانوا نازحين كنا حصلوا بحلات معينة مساعدتهم بتصير بهالمحلات ودخولهم وخروجهم من الأراضي اللبنانية بتكون تحت إشراف الأجهزة الأمنية مثل ما بكل الدول عملتهم على كل يمكن الحل مش بلبنان الحل يقال بأنه الحكومة السورية تنتظر الحل العربي اللي نوعدت فيه بإعادة أعمار سوريا بفكري أنا لأنه أنا معود أقسم الإشي هيك إذا الموضوع فيه إلو ثلاث محاور لبنان عكيد هو معني سوريا والمجتمع الدولي يعني اليوم بدك تحلي موضوع النازحين بدك تسألي هذول ثلاث مقونات يعني لبنان ما عم يتحرك لا بدك تسألي كل واحد شو وشو تنظر يعني هل لبنان إلو مصلحة يدل النزوح عنده بلبنان إيه أولا هل سوريا إلها مصلحة أنه يعودوا النازحين على سوريا إيه أولا إلا مصلحة برأيك ما في جيوبك هيك ضغري بدهوا ينترس الموضوع نتفي بيتعاموا لأكيد أنه عودة الناس حين السوريين إلى لبنان بدهوا يحمل الحكومة السورية عبئ اقتصادي جديد بوقت عندك محلات بدأ إعادة أعمار مش بالهيئة أن تستقبل كل الناس بكل المحلات يعني الموضوع مترابط والمجتمع الدولي واضح بما لقفه بدهوا في محلات صار في تغيير ديموغرافي معين ترجع تعيدي هؤدول النازحين على محل ما كانوا كمان ما فيه إليك يعني أنا مش شغلتي أحكي عن المقوي في السوري إنما أنا أقلك أنه هيدا الموضوع بده ينحل على ثلاث محاور المؤسسات الدولية الدولة السورية الدولة اللبنانية وليح الثاني ينحل الموضوع بده التناسوء وتناغم بين الثلاثة هيدا يتكون نيتو العودة هيدا يتكون نيتو الاستقبال هيدا يتكون نيتو يعني عم نحكي عن لبنان نترحيل ويحطون بمحل ما لازم يكونوا شكرا لإلك والنازحين السوريين حقون يعودوا ونحن وقت نطالب بعودتهم عودة الكريمة منكون عم نطالب لهم بحقهم العودة مش إنه منكون نحن عم نتقصد شيء منهم منيح شكرا لإلك شكرا لإلك نورا أو الدكتور سامر التوم على حضورك وعلى هذه الحلقة طبعا الممتعة معك وكل معلومات ومواقف شكرا لإلك شكرا مشاهدين لحسن المتابعة إلى اللقاء شكرا لإلك